من الأقرب ليلفوز بهذه المباراة؟ بكل صراحة أبدأ معك فيصل والله أغلبنا أن أرى الفريق السنغالي يعني بيتحفظ فريق السنغالي لأنه لماذا شفناه كيف سير المباراة التاعه؟ وما شفناه اليوم يعني يعني أعطى عدة فرص للتهديف مش فيناش فريق المصري يعني فيصل يعني اتحدث بدون عاطفة عبدالنور حميسي من الأقرب ليلفوز بهذه المباراة؟ أنا أقول المباراة أنا نهاية هذا نظر أن يروح لضرب الترجيح والرشح دائما أبو جبل هو اللي يجيب النهائي المنتخب المصري أنا والله أشوف سنرى سيناريو مكرر لألفين ونسعة عشر استحواد سنغالي دفاع جيد ومنظومة دفاعية جيد من المنتخب المصري وإن شاء الله صلاح أو أي لعب آخر سيحسم اللقاء مثل ما حسن بغداد بونجاح اللقاء إن شاء الله محمد صبر وطن دائما من جانب المنتخب المصري وفوز المنتخب المصري إن شاء الله يعني أنا أتصور أنه نتيجة تكون ثلاثة لواحد لأنه ثلاثة قالوا المنتخب المصري وواحد قال المنتخب السنغالي أعطينا رغاية ساعة أنا دائما نجد في الوسط نجد فاطئة باش نكونوا يمكن نكونوا تنين ضد ثلاثة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا